السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل الحامل اللي هو بتاع الفوت للمطبخ تركي انا شفته قبل كده نفس الشكل تقريبا فانا حبيت عامله طبعا تقريبا من الخشب فانا هنعمله النهاردة من الكارتون طبعا انا عملت دايرة انت بتعملي بقى اي حجم عندك غاطة بقى باي حاجة وبعد كده بعمل الدايرة اربعة اربعة واجه عند كله ربع برضو اخد النص بتاعه وابتدي ان انا اعمل دواير لشكل الوردة من برا كده لبرا تكونوا متساوين دي يعني حامل او العليقة دي طلعت لولادي في تويز سيتي فانا هعمل بيها طبعا انتم ممكن تشتروها بقى من اي مكان بتباع كده لوحدها انا خدتها يعني حبيت ان انا بقى اعمل لها شكل الوردة من ورا ده طبعا هيبقى الضهر طبعا انا خدت اعملت الاول زي يعني استنبى كده من برا كده بالورا الاول وبعدين عملتها على الكارتون وقصتها او بالقطر على الكارتون ولزقت دلوقتي اللي هي الجزء اللي هو الحامل اللي هو بتاع الفوت او العليقة بتاعت الفوت انا طبعا لزقتها كويس غرقتها كلها بالشمع زي ما قلتلكم هبتدي بقى ان انا كمان اجي بقى من بعد ما لزقتها ونشفت اجي على الحروف بتاعتها واكسيها برضو يعني كل حرف من جوه ومن برا كده من حرف من جوه ومن برا يكون الشمع كاسي الجزئين عشان يمسك اكتر لان احنا طبعا هنعلق عليها الفوتة فعايزين هتكون بتستحمل طرية بسيطة جدا وسهلة يعني اش هتكلف اي حاجة خالص برضو الاسم طرية بسيطة جدا وسهلة برضو الاسم مكن الفراغات دي انا برضو احط فيها شامع وابتدي بقى استنى لما ينشف معي ده بقى اللي هو زي اللي هو اللزق ده اللي بيباع بيباع بقى عند اي حد الناس اللي هي بتاعت بيتباع يعني مناديل اي مستلزمات بيتي هتلاقي عنده مرخيص مش غالي هو بيتلزق انا طبعا ان اقيت الشكل ده وعملت برضو نفس اللي هو البطرون او الاسطنبادية عملتها على الورق ده وقصيت شكل الورد نفس الحجم وهبتدي ان انا بقى لزقها على الوش والظهر ده الوش انا هلزقها على الوش الاول وبعد كده الظهر يبتدي ان انا احاول ان الاماكن لو فيه يعني حتة كده ما تلزقتش كويس ادوس كويس عشان تتلزق معي وتبقى مفرودة كده انا كده خلصت الوش انا طبعا عاملة قطعتين من هو اللي عليه الورد ده عاملة قطعتين اعمل بقى كمان الظهر برضو بنفس الطريقة نلزقها بنفس الطريقة لو انت عندك الورق ده مش بي اآ مش بيلزق زي اللي عندي ولو ان هو يبقى في كل مكان يعني يفضل ان تكون ده جاي بقى يلزق يعني como Slik عادي بقى باي حاجة بقى بغيرة بلزق مع اي حاجة بقى بغيرهاliapie اي حاجة عندك زقي بيها عادي كده خلاص انا لزقتها كمان من الظهر كمان لزيادة كمان ايه ان هي تمسكها منها ان هي احنا كده مسكناها بالشمع كويس من جوه من الحروف وكمان حطنا عليها دي فكده ضمنين ان هي خلاص مسكت نفسها من وراء بقى عادي اي حاجة بقى اللي هو الدبل فيس من وراء كده تحطيه وتلزقيه بقى في المطبخ بتاعك يبقى شكله حل اهي ده الشكل النهائي نفس الشكل تقريبا اه متنسوش بقى اللايك والشير للفيديو وتعملوا الشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد